السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله اللهم أكرم عقولنا وقلوبنا بأنوار العلم وسهل أخلاقنا بالسكينة والحلم وإن ضعفنا في السير إليك فاحملنا إليك حمل الكرام عليك اللهم خذنا إليك منا وارزقنا الفناء عنا ولا تجعلنا مشغولين بأنفسنا محجوبين بشهواتنا واكشف لنا عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم اللهم اشفي أبداننا من الآلام واشفي قلوبنا وعقولنا من الخوف والأوهام إنك يا ربنا ملك قدوس سلام اللهم يا لطيف اشفي عبدك الضعيف يا لطيف ارحم عبدك الضعيف يا لطيف انظر برحمتك لعبدك الضعيف اللهم ارفع الوباء عن البلاد والعباد وأنت على ذلك قدير اللهم نجنا مما نخاف ونحذر اللهم نجنا مما نخاف ونحذر اللهم وبقدراتك نجنا مما نخاف ونحذر اللهم انظر لبلادنا بعين الحب والرضى حتى لا نشقى أبدا وأنت رجاؤنا اللهم من أراد ببلادنا خيرا فيسر له وافتح له كل خير ومن أراد ببلادنا شرا فاصرفه عنا واشغله بنفسه عنا واجعل تدبيره في تدميره اللهم وثبتنا على حبك وخدمة عبادك حتى نلقاك وأنت راضي عنا الله البشر ساعات بتبقى قوانينهم قسية شوية انت تعد تبني في سمعتك وتبني في وضعك وتبني في شكلك وتبني في شغلك وبعدين ممكن كل داي روح في موقف يسموها سقطة ممكن واحد زي ما بيقوله كده يبني المجد ثم يغلط غلطة كلمة معينة يسيء فيها التقدير تصرف معين شهوته تغلب فيها يتفضح عورة من عوراته الأخلاقية فيتهدم سنين طويلة كان بيبني فيها وتعب فيها واكتهت فيها وأخلص فيها ساعات ساعات البشر بتبقى قوانينهم قسية إلا الرحماء اللي بيتفاهموا بشرية البشر ونقص البشر وكله من آدم خطاء الحقيقة أن ربنا صفاته عكس كده أنت تقعد بعيد عن ربنا ظالم لنفسك مسيء بالنعم غافل بالقلب عاصي بالجوارح سنين سنين وربنا نبارك في الرزق وميسر في الأمر وفاتح في الأبواب وبعد ده كله ترجع له في لحظة يقبلك سمعتك بعد ما تبني فيها سنين تنهار عند البشر في لحظة وربك بعد ما تغضبه سنين ترجع له في لحظة والحقيقة أن ده من بقيان ربنا علينا الله باقي باقي علينا مش بيبيع الناس إنما دايما شريك إن الله اشترى الموضوع انتهى هو اشترى خلاص إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة بيحكي سيدنا ابن قدامى المقدسي في كتاب التوابين إن كان فيه شاب عاصي لدرجة أن بني إسرائيل هم أصلا وحشين يعني لفظوا مما بينهم من كتر ما هو عاصي واتردوه فرح عاش لوحده كده فيه خاربة خرابة يعني فلما حضرته الوفاء قال الله لسيدنا موسى ومن معه اذهبوا فاحضروا دفن ولي من أوليائي فلما ذهبوا قالوا يا رب ليس هذا العبد الذي طردناه الذي كان يعصيك فقال نعم يا موسى هذا هو العبد الذي كان يعصيني إلا أنه لما حضرته الوفاء في هذه الخاربة الخرابة دي نظر يمنة ويسرى فلم يرى حميما ولا قريبا ورأى نفسه غريبا وحيدا ذليلا فرفع بصره إلي وقال إلهي عبد من عبادك غريب في بلادك لو علمت أو لو علمت أن عذابي يزيد في ملكك وعفوك عني ينقص من ملكك ما سألتك المغفرة وليس لي ملجأ ولا رجاء إلا أنت قال الله يا موسى أفكان يحسن بي أن أرده وهو غريب على هذه الصفة ينفع يجيلي بالحالة دي وقول له ما لكش حاج عندي هذا لا ينبغي لصفات الله يا موسى أفكان يحسن بي أن أرده وهو غريب على هذه الصفة وقد توسل إلي بي وتضرع بين يدي وعزتي لو سألني في المذنبين من أهل الأرض جميعا لو هبتهم إياه لذل غربته يا موسى يا موسى أنا كهف الضعيف وحبيبه وطبيبه وراحمه صاحب دادعاش بعيد عن ربنا وفي لحظة رجع إلى الله نحن كده في الليالي الوترية بنئذن ربنا سبحانه وتعالى لحظات الرجوع كتير والقليل منك يكفي أن يرضى به الله سبحانه وتعالى القليل منك يكفي أن يرضى به الله سبحان الله كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يشوف بعض الصحابة اللي لسه مسلم مبارح وبعدين مات فيقول عمل يقول عمل قليلا وأجر كثيرا ويقول لنا صلى الله عليه وسلم بعض عارف المحدة ديك هنت كده تعرف انت مين عند ربنا يوصيك مثلا أنك تصلي الوتر ركعة أو تلكت ركعات فمن بات على وتر بات مغفورا له طب ممكن طول اليوم يبقى بعيد بس فيه صلحة تصالح فيه لحظة حصل مع الله عشان كده كتير قوي يوم القيامة الواحد ممكن يندم يوم تبلى السرائر لما أصرار الناس تطلع يوم القيامة في ناسها تندم ليه لأنه هيلاقي واحد كان بعيد جدا عن ربنا ورجع لربنا في لقطة في لحظة كده رجع فربنا شوف ربك يقول وإني اللي غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى لحظة التوبة لحظة الرجوع بتصالح مع ربنا فبعضنا يكون معاش اللحظة دي فيندم ما رجعتش لي ليه لربنا زي ده اللي أنا كنت بشوفه بيغلط حوالي وش معنى هو رجع هنا لا لحظة ندم رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك لحظة بس يا رب ممكن تسيبني في الدنيا دقيقة لشان كده كنت بقرأ النهاردة فاستوقفتني الآية اللي في سورة إبراهيم قالت لهم رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض اسمع يدعوكم ليغفر لكم هو مين اللي بيدعو مين أنا اللي دعي رب نقوله يا رب سمحني على المصايب اللي عملتها الرسل بتقول للأقوام الله بيدعوكم ليغفر لكم طبق ولله المثل الأعلى باتصل بيك أقولك ممكن تقبل مسامحتي ليك يعني ممكن تيجي عشان نتصالح ونتسامح أنت اللي بزعلني وانا اللي بدعوك قالت لهم رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجر مسم يؤخركم يعني يعيشوا وكلوا واشربوا وقربوا عشان تزيدوا في المقامات قال تعالى والله يدعو سورة يونس والله يدعو إلى دار السلام أنا اللي دعي دار السلام الجنة أنا اللي أقول له يا رب دخلني الجنة مع الناس الطيبة اللي بتحبوهم مع الأنبياء هو اللي بيدعونا والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى سراط المستقيم عشان كده من اللمحة تأتي الصلحة حفظها البشر تبني 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 وتتهد في لحظة الله تعصي تعصي وتبعد وترجع في لحظة فما تب محدش فينا كلم نفسي ما تبخلش على نفسك بلحظة رجوع دائمة وده اللي كان بيعلمهنا سيدنا رسول الله يقول استغفروا الله وتوبوا إليه فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من مئة مرة الله بيدعو وأنا ما أرجعش أنا كل شوية هستجيب لدعوته يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم الله في لحظة يرضى ليه؟ لأن القاليم منك يكفي تكبير أوي عنده أوي أوي فالقاليم منك يكفي أن يرضى عنك سبحانه وتعالى والله يدعو إلى دار السلام ربنا يأخذ بأيدينا ويصلح أحوالنا يا رب مروا بتسأل شفاعة الرسول للمسلمين مع أن ربنا في القرآن بيقول واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة نقطتين في الآية دي هي إزاي بتقول النبي هيشفع وربنا بيقول لا تجزي نفس ولا يقبل منها شفاعة في ناس لن تقبل شفاعتهم في الآخرة صفات معينة النبي ذكرها صلى الله عليه وسلم أن دول يحرموا من الشفاعة نتكلم فيها بعدين لكن أولا الآية دي بتخاطب اللي ما أسلمش اللي ما آمنش بربنا اللي ما وحدش ربنا فربنا بيقول لهم يا من لن تؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الخطاب كان وقتها يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي الآية اللي حريب تفضلتي لها فبيقول لبني إسرائيل اللي مصدقين من النبي لكن مش عايزين يوفقوا على نبوته لأنه مش طالع منهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون قال لهم أنتوا كانوا تخسروا شفاعة النبي ومحدش فيكم يعرف يشفع للتاني لأنه كنتوا رويحين عند ربنا مكذبين بالرسول صلى الله عليه وسلم فسيدنا النبي يشفع حتى لأهل الكبائر من أمته لكن واحد كذب برسول الله عليه الصلاة والسلام ده شيئته الله هل قضاء حوائج المسلمين خليها الناس بقى لأن احنا أمرنا بقضاء حوائج الناس المسلم وغير المسلم خير البني آدم المسلم على الكل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هل قضاء حوائج الناس تقتصر فقط على المحتاج ولا أقضي حاجة زميلة في العمل بتفرد علينا قضاء حاجاتها مع العلم أنها دايما تفرد علي وعلى غيري حوائجها وإذا رفضت تفرد على حد تاني وأنا مش قبل أنها تفرد نفسها علي بالطريقة دي هي ستة كبيرة وكان بيننا وبين بعض عيشوا مالها ساعات من ضمن إكرام الخلق توقفهم عند حدوده من ضمن خدمتك وقضاء حوائج الخلق أنه من فضلك يعمل شغلك أنت لأنك أنت لو سبتني أتكى وأتكل عليك بزيادة أنا هبقى متواكل أنا سأفسد وبعد شوية هبقى بتمنى أنك للك تقفلي فمن الرحمة أن أنا ممشيش معهمش على عوم اللي بيدلع بل أقول له لو سمحت من فضلك كل واحد يشيل شيلته ولما لقيه جاي بآخر ومش قادر أحط كتفي معاه وأشيله للآخر لأنه عامل اللي عليه لكن فيه تراخي دوري تجاهه أقفله أقفله وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كده لما يلاقي حد فيه حاجة مش منضبطة مش عامل اللي عليه كان يقوله لا ما ينفعش كل واحد حجيجه نفسه نبي يقول كده عليه الصلاة والسلام يعني كل واحد يشيل شيلته نساعد بعض لما نكتهد لكن كل واحد يكتهد ربنا في القرآن يقول وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه فربنا يصلح الحال الله 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 أنا في الصلاة أوقات بنسى أنا في الركعة التانية ولا التالتة وبعدين بصلي ركعة زيادة واسجد سجود السهل وده بالضبط السنة اليقين لا يزولوا بالشك يعني أنا شاكك أنا متأكد أني صليت ركعتين هما اثنين ولا تلاتة لابني على اليقين يبقى أنا في التانية وبعدين يبقى كده ناقصت لي ركعتين في صلاة الظهر مثلا وقبل السلام عليكم بعد التشاهد قبل السلام هسجد سجدين سبحانه ربي الأعلى عاديين خالص ثم أسلم والله أعلم الله 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 مع الإرادة والإصرار بداخلي على تحقيق هدفي والتخطيط المستمر والفرص اللي ربنا وفرها إلي في نفس الوقت في حاجة داخلي بتمنعني من العمل الجد والمطلوب كيف أكسر هذا الحاجز بالترك عندي همة عالية جدا بس ما بتركش يعني أنا عايز أجيب درجة مثلا في المذاكرة عايز أترقى بسرعة عايز أحافظ على صلواتي وحافظ مثلا على رياضة في اليوم وحافظ على القراءة مدم هخط حاجات كتير وأهداف لازم أترك حاجات في الروتين بتاعي لكن لو عندي همة وشايل فوق شيلتي بسبب أن أنا مش بطرق حاجات من عاداتي مش عارف أكفي اللي أنا نفسي فيه مش عارف أزود أهدافي فالترك كما يقول الناس اللي عندها خبرة الترك أساس التقدم وأساس النجاح بتحتاج قوة على فكرة إن إنسان يتنازع عن شوية حاجات في بنت عرفها عليها ديون لناس معينة وهي للأسف مش قادرة تقضي الديون دي وبتقول لو جات لها الفرصة هتردهم فياب تسأل لو نيت هتردهم وما تردهم وما قدرتش ممكن ربنا يغفر لها وما تتعذبش بسبب الديون قال جدية واستسمح الناس لو أنا علي ديون لحد محتاجي أن أستسمحهم ويبقى عندي جدية شديدة إن أنا أرد الديون دي هنا المعيار في السطر بلاش أتقلع على الله ممكن ربنا يسطر الجميع بس المعيار اللي في الشريعة اللي تعلمناه هو رد الحقوق فرد الحقوق عملت اللي علي استسمحت اللي مش قادر عشت ليل نهار بضرب الأرض اجتهاد عشان نرد الديون تروح عند ربنا إن شاء الله يا رب مرحوم والله أعلم آه حلوة ويسأل ده عندي أطفال صغيرين وأنا بصلي دايما بيلعبوا يضربوا بعض حوالي وأنا بتشتت في الصلاة ومش مركزة أعمل إيه هل لن تقبل صلاتي لأنها بدون خشوع وتركيز يا فندم حضرتك من الأولياء الصالحين أنك أنت عارف تصلي صلواتك وانت عندك المصر المصرين يقول لك عندك المرستان ده في البيت ربنا يبارك في العيال ويحفظ لك العيال ومدام أشقية كده يبقى إن شاء الله يطلعوا أزكية في الدنيا صلي بالقدر اللي أنت قادرة فيه من التركيز والقدر التاني اللي مش قادرة عشان العيال حواليك نعمل إيه دي مرحلة عبادتك صبرك على العيال دول مع حفاظك على صلواتك الخمسة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان تمسك فيه ستنا أمامة بنت زينب بنت النبي الكبيرة السيدة زينب الكبرى كان عندها بنت اسمها أمامة يا جد لأ أنا عايز أصلي معاك طفلة صغيرة خالصها فكان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها يبقى واقف بيصلي إمام بالأكابر من الصحابة وعلى كتافه السيدة أمامة بنت ستنا زينب وبعدين لما يزلد يحطها فأكيد وهي على كتافه بتتحرك يقف إلى الله وهي على صدره والجمال كله أخذ آخر سؤال بسم الله الرحمن الرحيم الله الله أقيم الليل والحمد لله لكن لا أستطيع القراءة سرا لأني لا أستطيع الخشوع إلا إذا جهرت السنة الجهر بما يسمعك فمثلا أنا دلوقتي أنا الوحدي في مكتبهم فأقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أنا سامع نفسي لكن لا يوقظ النائم لو في واحد نائم مثلا في القضاة اللي جنبي ما صحيهوش بصوتي فحضرتك أو حضرتك سامع نفسك بصوت متوسط طبيعي وربنا يتقبل إن شاء الله ربنا يتقبل من الجميع وإن كانت ليلة القدر يكتب لنا فيها أوسع الأرزاق ويرحمنا ويعتق رقابنا من النار أشوفكم بكرة إن شاء الله في خطرة الفقر على خير السلام عليكم بسم الله